حبك يا حبيب الله جي معنا لو لخدمتك بالدين يضعنا حبك يا حبيب الله جي معنا لو لخدمتك بالدين يضعنا انت الموح جاوي العين يا ابن الزهراء انت الموجه لو لخدمتك بالدين يضعنا لو لخدمتك بالدين يضعنا نريد بخدمتك ترفع قدرنا وحسن العاقبة تختم عمرنا نريد بخدمتك ترفع قدرنا وحسن العاقبة تختم عمرنا احنا والموالين يا ابن الزهراء لو لخدمتك بالدين يضعنا حبك يا حبيب الله جي معنا لو لخدمتك بالدين يضعنا حبك يا حبيب الله جي معنا حلالة لخدمتك انت الموح جاوي العين انت الموح جاوي يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة العاشرة في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم ما أمكنني الوقت أن أعرضه من أقوال علمائنا وفقهائنا ومراجعنا انتخبت أسماء أسماء هي الأبرز إما في الساحة العلمية أو في الساحة الجماهيرية وقد لاحظتم الاختلاف الكبير فيما صرحوا به وفيما جاء في عباراتهم وكلماتهم ما بين محرم للأمر ولاعن للمفوضة الذين جاءوا بالشهادة الثالثة فأقحموها في الأذان والإقامة وما بين قائل بحسب ما يراه بالجزئية الواجبة ولكنه لم يرد أن يخالف المشور فأفتى بالجزئية المندوبة كما كان في قول الشيخ عبد النبي العراقي العراقي لاحظتم الاختلاف الكبير وكما بينت في أول البرنامج إنني أعرض الأقوال ووضعت قاعدة مستنداً فيها إلى إمامنا الجواد صلوات الله عليه هناك منطقان منطق رحماني ومنطق شيطاني بالمجمل كيف نميز المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني أي المنطقين أقرب إلى أهل البيت أي المنطقين يشدد الولاء والمعرفة في قلوب أولياء أهل البيت ذلك هو المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني قطعاً سيكون معاكساً ومناقضاً للاتجاه الذي أشرت إليه لا أريد أن أطيل المكوث عند هذه الجهة في هذه الحلقة سأسلط الضوء على عدة جهات الجهة الأولى أذهب إلى حديث أهل بيت العصمة فماذا يحدثوننا عن الاختلاف؟ لأن الكلام كان في الحلقة الماضية عن اختلاف واضح وكبير جداً بين علمائنا ومراجعنا هناك من يخرج على الفضائيات وهناك من يعتل المنابر في الحسينيات وهناك من يلقي في المؤتمرات والندوات وهناك في المؤسسة الدينية من الكبار من يصدر البيانات ويتردد هذا الكلام اللامسؤول افتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال اختلاف أمتي رحمة ماذا يقول أئمتنا في هذا الاتجاه وفي هذا المضمار؟ الكتاب الذي بين يدي معاني الأخبار للشيخ الصدق بسنده عن عبد المؤمن الأنصاري قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق إن قوما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن اختلاف أمتي رحمة من الذين رووا هذا؟ إن قوما هم المخالفون وتبعهم بعض الشيعة أيضا يرددون ما يردد أولئك فقال صدق إمامنا الصادق قال صدق رسول الله قال ذلك اختلاف أمتي رحمة قلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع ماذا سيكون عذاب قال ليس حيث ذهبت وذهبوا لا هذا الفهم الذي تقوله صحيح ولا أولئك الذين يقولون ما قالوا من أن اختلاف الأمة رحمة هو صحيح إنما أراد النبي بقوله اختلاف أمة رحمة إنما أراد قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لأي شيء ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأمرهم فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله الله أمر الأمة أن تنفر أن تتحرك أن تسافر أن تهاجر فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ أَخْتَلَفَ إِلَيْهُ جَاءَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهُ وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهُ اَخْتَلَفُوا إِلَيْهُ جَاءُوا إِلَيْهُ وَاكْتَرَبُوا مِنْهُ وَجَلَسُوا فِي أَكْنَافِ مَجْلِسِهَ وَأَحَاطُوا بِهُ هذا هو معنى الاختلاف فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم إنما أراد اختلافهم إنما أراد اختلافهم من البلدان أي مجيئهم من البلدان اختلفت من بلدي إليك أي جئت إليك إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله إنما الدين واحد الدين واحد هذه ثقافة مصطلحات أهل البيت هذا هو مصطلح الاختلاف الرحمة حين قال صلى الله عليه وآله اختلاف أمة رحمة أراد هذا المعنى ولا يوجد مجال للتوسع في ذلك يمكنكم أن تراجعوا تفسير البرهان في معنى هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة ستجدون بأن أحاديث أهل البيت المتعددة تشرح معنى ليتفقه في الدين يعني معرفة الإمام ليعرفوا إمامه فقول النبي صلى الله عليه وآله اختلاف أمة رحمة هو إقبالهم على رسول الله إقبالهم على وصي رسول الله إقبالهم على أئمتهم وفي زماننا هذا هو إقبال الأمة على حديث أهل البيت ماذا في أيدينا إمام زماننا لا نستطيع الوصول إليه وإلا لاختلفنا إليه فإلى أين نتوجه إلى أين نختلف نختلف إلى حديثهم لا أن نختلف في حديثهم كالاختلاف الذي مر الكلام عنه في يوم أمس أن نختلف إلى حديثهم لا أن نختلف في حديثهم من قائل روايات موضوعة ومن قائل أحاديث وروايات شاذة ومن قائل روايات غير معتبرة إلى غير ذلك إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله إنما الدين واحد وهذا الدين الواحد موجود في أعماق الكتاب والعطرة موجود في بطون الكتاب والعطرة هذا معنى من معاني الاختلاف في ثقافة أهل البيت التي لا تطرح على فضائياتنا ولا على منابرنا إنما يطرح خلافها إنما تطرح ثقافة المخالفين في معنى الاختلاف وفي علل الشرائع أيضا للشيخ الصدوق عن محمد ابن بشير عن إمامنا الصادق قال قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا يختلفون في أوقات الصلاة يختلفون في بعض الأمور إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي هذا قطعا في زمان الأئمة وليس في زمان الغيبة لأن الإمام في وقته هو الذي كان يدير الأمر بشكل مباشر قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي لأنهم ما كانوا مثلا يصلون على وقت واحد وعن إمامنا موسى بن جعفر حيث كانت التقية شديدة قال اختلاف أصحابي لكم رحمة هذا اختلاف في اتجاه آخر قال اختلاف أصحابي لكم رحمة ثم يبين الإمام وقال إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد إذا كان ذلك يعني إذا تحقق الأمر لنا وليس من خطر وليس من خوف إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال عليه السلام أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم حينئذ ستشعر السلطة العباسية بقوتكم وبدقة تنظيم أمركم لذا خالفت فيما بينكم في أمور سطحية في بعض المسائل التي يراها الناس وإلا لم يكن الإمام قد قام بأمر يؤدي إلى اختلاف القلوب وإنما إلى اختلاف بعض الظواهر بعض الطقوس كي لا يرى الشيعة على أمر واحد فتتخوف السلطة العباسية هو نوع من الخداع والمكر بأعداء الله عن زرارة عن أبي جعفر قال سألته عن مسألة فأجابني قال ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدم يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخر قال فقال يا زرارة إمامنا الباقر فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن لو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لبقائنا وبقائكم ونفس الكلام ونفس الحالة في زمان إمامنا الصادق في زمان إمامنا الكاظم في أزمنة التقية الشديدة التي عاشها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا معنى للاختلاف في ثقافة أهل البيت باتجاه آخر المعنيان من الاختلاف ممدوحان الاختلاف الأول اختلاف إلى المعصوم ليتفقهوا في الدين والاختلاف الثاني هو اختلاف في بعض الظواهر في بعض الطقوس والمظاهر مكرا بالعدو ودفعا لشره وفي نهج البلاغة الشريف الخطبة طويلة لا مجال لقراءتها يمكنكم أن تعودوا إليها كلام الأمير المرقم في رقمين 17 و 18 أقرأ سطورا سريعة مما جاء في نهج البلاغة الشريف تريد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم تريد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم أي نصبهم قضاء فيصوب آراءهم جميعا وهم قد اختلفوا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوا أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان لكل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به فجعل الكتاب الكريم قاعدة المعلومات التي نرجع إليها في تقييم الحقائق كما رجعنا إلى القرآن في تقييم علم الرجال أما ما مر من اختلاف بين علمائنا فما رده إلى مشكلة تقييم الأسانيد فالشيخ الصدوق حكم بأن أسانيد هذه الروايات هم غلات ومفوضة لذلك وصفها بأنها روايات موضوعة وكذاك الشيخ الطوسي وصفها بأنها روايات شاذة لا ندري ما مراده من الروايات الشاذة لكن قطعا روايات لا يعمل بها لا أريد الخوض هنا في تعريف معنى الشاذ فيما يسمى بعلم الدراية الذي جاء به علماؤنا من مخالفي أهل البيت ومن أعدائهم لا أريد الخوض في هذه القضية من جملة ما تحدث به أمير المؤمنين في هذه الصطور وهو يتحدث عن ذلك الذي لم يعض على العلم بضرس قاطع الذي يعض على العلم بضرس قاطع هو الذي ينهل من العيون الصافية إلا من العيون الكدرة ألم يقسم أمير المؤمنين العيون إلى صنفين ومرت علينا الرواية عيون كدرة وعيون صافية الذي يعض على العلم بضرس قاطع هو ذلك الذي يرتوي ويكرع ويعب من تلك العيون العيون الصافية لم يعض على العلم بضرس قاطع يذر الروايات ذرو الريح الهشيم يذر الروايات ذرو الريح الهشيم هكذا يصدر الأحكام على الروايات فيسقطها كما أن الريح تأتي فتذر الهشيم ما هو الهشيم؟ الهشيم هو التبل أو بقايا النباتات المحروقة بقايا النباتات المحروقة أو ما تيبس من النباتات من أوراقها من أقصانها وتساقط على الأرض فتأتي الريح فتذروه في كل الاتجاهات هذا الذي لا يعض على العلم بضرس قاطع هكذا يصفه أمير المؤمنين يذر الروايات ذرو الريح الهشيم إلى آخر كلامه يمكنكم أن تراجعوا ما جاء في نهج البلاغة الشريف في الرقم السابع بعد العاشر وفي الرقم الثامن بعد العاشر من التسلسل الذي سلسلت به الخطب وكلمات سيد الأوصياء في نهج البلاغة الشريف الذي جمعه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه هذه إطلالة سريعة على كلماتهم الشريفة التي تصور لنا مصطلح الاختلاف وكيف يكون الاختلاف فهناك اختلاف مذموم كالذي جاء في نهج البلاغة الشريف وهناك نوعان من الاختلاف مدحة في كلماتهم ما جاء في قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اختلاف أمة رحمة وما جاء في قول أئمتنا في قضية المخالفة فيما بينهم في زمان الأئمة بسبب ظروف التقية الشديدة فهذا الاختلاف بين علمائنا مع عدم وجود داع للتقية هذا المبرر الذي قد يبرر به البعض لأخطاء علمائنا بالتقية لا وجود له لماذا؟ لأن العلماء يتحدثون في كتبهم بشكل واضح يعني مثلا الشيخ الصدوق في كتبه العقائدية يتحدث بشكل واضح عن العقائد الشيعية فلماذا هنا يعمل بالتقية في هذه القضية خصوصا وهو قال في بداية الكتاب في بداية الفقيه بأنه سوف يذكر في هذا الكتاب ويفتي بما في هذا الكتاب وما يثبته هو حجة فيما بينه وبين ربه ولا يوجد أي داع من دواع التقية في كل ما قاله علماؤنا ولم نجد من علمائنا من يناقش هذه القضية حينما يناقش أقوال العلماء العلماء فيما بينهم أحدهم ينتقد الآخر وأحدهم يشنع على الآخر تشنيعا كبيرا ودونكم الكتب الموسوعات والمطولات من الكتب تشنيع العلماء بعضهم على البعض الآخر ولم يحتملوا للتقية أي احتمال إذ لا وجود للتقية في زمان الغيبة الكبرى هذا لا يعني أن التقية انتفى تشريعها ولكن التقية على مستوى التأليف وعلى مستوى الفتاوى لا معنى لها فمنذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يكتب علماء الشيعة آراءهم في كتبهم قد يكون هناك في الجانب السياسي في الأحداث السياسية في العلاقة فيما بين الشيعة والحكام قد تكون هناك حالات تظهر فيها التقية بشكل واضح حتى في أيامنا هذه لكنني لا أتحدث عن هذا الجانب السياسي ولا أتحدث عن علاقة الشيعة بالحكومات إنما أتحدث عن فتاوى في كتب شيعية لا يقرؤها إلا الشيعة وحين كتبت في زمانها لم تكن كثيرة النسخ هي قليلة النسخ والأوضاع الآن لم تصل التقية فيها إلى الحد الذي حين يفت العلماء لا يفتون بآرائهم بشكل واضح هذه القضية واضحة على طول الخط أما الذين يريدون أن يرقعوا برقعة التقية فهذا أمر راجع إليهم وهنيئا لهم برقعهم الجهة الثانية التي أريد أن أسلط الضوء عليها أشير إلى بعض اللقطات التاريخية مما بقيت في الكتب والتي تشير بوضوح إلى أن عامة الشيعة يتفاعلون مع الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أكثر من علماء الشيعة كما مر في قضية مقتل الخليفة الثاني في التاسع من ربيع الأول هم صرحوا في كتبهم العلماء بأن عامة الشيعة مع رواية الإمام الهادي وأن عامة فقهاء الشيعة مع قول الناصب الطبري وهذه القضية واضحة جدا والقضية لا تقف عند هذا الحد حتى في واقعنا اليوم الشعائر الحسينية من الذين يقفون معها بشكل قوي هم عامة الشيعة يمارسونها يدافعون عنها بينما في جو العلماء لا تجد ذلك الاندفاع الكبير إلا عند القلة القليلة في الأعم الأغلب العلماء لا يمتلكون اندفاعا كبيرا كاندفاع عوام الشيعة في زيارة الحسيني أو في شعائره أو في طقوسه في الخدمة الحسينية عموما قضية الزهراء وظلامة الزهراء وما جرى عليها عامة الشيعة أكثر اعتقادا وأكثر اندفاعا أكثر علماء الشيعة يقولون بأن الخليفة الثاني فقط هدد بالإحراق فقيل له إن فاطمة في البيت فقال وإن ويقفون عند هذا الحد القضية طويلة عريطة مسألة الشهادة الثالثة نفس الشيء مر علينا يوم أمس في كلام نقلته عن شيخ محمد تقي المجلسي وهو يتحدث عن كراهة ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقال يجوز إن جاء بها اتقاء من بعض الجهلة لماذا لأن الجهلة أشد ارتباطا وهم عامة الشيعة وما هم جهلة الجهلة هم العلماء الذين يقولون مثل هذا الكلام الجهلة من الشيعة أكثر ارتباطا بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وغيرها هم يقولون الجهلة أذهب إلى كتاب معروف رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار وابن بطوطة رحالة سني مخالف لمنهج أهل البيت الطبعة الأولى بالمطبع الخيرية القاهرة وهذه طبعة قديمة 1322 للهجرة متى تم الفراغ من هذا الكتاب هو ابن بطوطة في آخر الكتاب ماذا يقول وهنا انتهت الرحلة المسمات تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار وكان الفراغ من تقييدها في ثالث ذي الحجة عام ستة وخمسين وسبعمائة سبعمائة أو ستة وخمسين أكمل كتابة الرحلة يعني الأحداث الموجودة في هذه الرحلة ستكون قبل سنة سبعمائة وستة وخمسين ماذا نقرأ في رحلة ابن بطوطة حين يتحدث عن وصوله إلى الخليج إلى الخليج العربي إلى البحرين إلى الجزيرة العربية وهو يحدثنا عن وصوله إلى منطقة القطيف ما تسمى الآن بالقطيف هو يقول كانت تسمى قطيف ثم سافرنا إلى مدينة القطيف أو القطيف الآن يقول وضبط اسمها بضم القاف كأنه تصغير قطف قطف تصغر قطيف القطيف القطيف ليس مهما وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير يسكنها طوائف العرب قبائل العربية موجودة هناك وهم رافضية غلات وأهل القطيف ما كانوا غلات ما كان في تأريخهم أنهم كانوا غلات هو يقول هكذا الشيخ الصدوق أيضا وصف الشيعة بأنهم مفوضة وغلات لماذا لأنهم يذكرون الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وشيخه ابن الوليد وصف الشيعة بالغلات لأنهم يعتقدون بعدم سهو النبي صلى الله عليه وآله يسكنها يسكن القطيف أو القطيف طوائف العرب وهم رافضية غلات رضوان الله تعالى عليه يظهرون الرفض جهارا لم تكن الوهابية آنذاك يظهرون الرفض جهارا لا يتقون أحدا ويقول مؤذنهم في أذانه بعد الشهادتين أشهد أن علي ولي الله الكتاب متى كما قلت تم الكتاب سنة سبعمية وستة وخمسين يعني هذه الحالة كانت شائعة وموجودة ومنتشرة بين الشيعة في القطيف ويقول مؤذنهم في أذانه بعد الشهادتين أشهد أن علي ولي الله ويزيد بعد الحي على تين يعني بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على خير العمل ويزيد بعد التكبير الأخير محمد وعلي خير البشار من خالفهما فقد كفر ثم سافرنا منها إلى مدينة هجر وتسمى الآن بالحسى يعني الإحسان فكما قلت هذا الكتاب تم في سنة سبعمية وستة وخمسين وهو يتحدث عن أمور سجلها قبل هذا التأريخ فهاهم عرب المنطقة الشرقية القطيف في القرن السابع في القرن الثامن الهجري وهم يعلنون الشهادة الثالثة في أذانهم وهذا الكلام كلام كلام ابن بطوطة إذن من أين يأتي هذا الكلام الذي يردده الكثيرون على المنابر في الفضائيات من هؤلاء الجهال خطباء متحدثون يتحدثون البعض منهم على أن الشهادة الثالثة جاء بها الصفويون فأين الصفويون من سنة 756 756 هذا تأريخ نهاية تقييد هذا الكتاب تأليف الكتاب يعني القضية قبل هذا التأريخ موجودة في القطيف أتعلمون متى بدأ نشوء الدولة الصفوية الدولة الصفوية بدأ نشوءها سنة 905 بدأ تحرك الصفويين الأول 905 إلى 930 هجري نشأت الدولة الصفوية يعني في الربع الأول من القرن العاشر ونحن نتحدث هنا عن القرن السابع قضية مئات من السنين وقطعا لا يعني أن أهل القطيف هم فقط في تلكم الأيام قد بدأوا في الأيام التي زار فيها ابن بطوطة القطيف قد بدأوا يذكرون الشهادة الثالثة في أذانهم وفي إقامتهم هذه قضية قديمة وسنجد قراء أخرى تشير إلى قدم هذه القضية في الواقع الشيعي هناك في كتاب لمؤلف شيعي هو شيعي بالنسب لكن فكره وما كتبه هو بعيد عن التشيير لكنه شيعي بالاسم شيعي بالنسب وكان يعمل في القضاء في السلطة العباسية الكتاب اسمه نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة قد يسأل سائل ما معنى نشوار المحاضرة نشوار الكلام الحسن الجميل يقال هذا الرجل نشواره جميل يعني حين يبتدئ بالكلام يبتدئ بأسلوب جميل حسن في الطرح اسلوبه بديع في الكلام فيقال له نشوار نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي قاضي كان قاضيا عند العباسيين أبي علي المحسن ابن علي التنوخي اسمه شيعي أبو علي محسن ابن علي هو شيعي فعلا ولكنه كان متأثرا كثيرا بأب الفرج الأصبهاني أبو الفرج الأصبهاني متى توفي توفي سنة 356 للهجرة أبو الفرج الأصبهاني صاحب المقاتل صاحب الأغاني صاحب مقاتل الطالبيين وصاحب كتاب الأغاني كتابان نقيضان لأب الفرج الأصبهاني أموي النسب أبو الفرج أموي النسب زيدي الهوى كان زيدي المعتقد التنوخ كان متأثرا بأب الفرج الأصبهاني الجزء الثاني التنوخ توفي سنة 381 للهجرة 381 للهجرة نفس الفترة التي توفي فيها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه الشيخ الصدوق توفي 381 التنوخ توفي في هذه الفترة هناك من يقول بأنه توفي 81 هناك من يقول بأنه توفي 84 شيخنا الصدوق توفي سنة 381 والتنوخ توفي سنة 384 أو في نفس السنة التي توفي فيها الشيخ الصدوق بالنتيجة ليس مهما للأرقام بالدقة وبالضغط في نفس العصر في نفس الفترة الزمنية ماذا ينقل لنا هذا هو الجزء الثاني تحقيق المحامي عبود الشالشي هذه طبعة طبعة 1971 طبعة دار صادر بيروت لبنان في الجزء الثاني صفحة 133 تحت الرقم 68 ماذا يقول التنوخي صاحب النشوار النشوار المحاضرة اقرأ لكم الكلام متى توفي 384 للهجرة قبل قليل ابن بطوطة متى اكمل كتابه 756 الان هذا المؤلف التنوخي متى توفي 384 والحادثة يعني وقعت قبل هذا التاريخ العنوان اذان رجل من القطيعة اخبرني ابو الفرج الاصبهاني قال سمعت رجلا من القطيعة يؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله محمد وعلي خير البشر فمن ابى فقد كفر ومن رضي فقد شكر وهنا وضع عبارة بين معقوفتين الذين يشتغلون في التحقيق يعرفون حينما توضع عبارة بين المعقوفتين هي ليست اصلا من الكتاب وانما وجدت في نسخة من النسخ واضح العبارة مضافة محمد وعلي خير البشر فمن ابى فقد كفر ومن رضي فقد شكر الموضوع بين المعقوفتين ضرطت هند على ابن عمر حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وهو يعلق يقول وهذا عظيم مفرط ونستغفر الله ونستعيذ به من الجيل لا شأن لنا بالتعليق والعبارة هذه واضح عبارة مضافة وردت في نسخة من النسخ المحقق المحقق عبود الشالشي اعتمد على عدة نسخ هناك نسخة حصل عليها من المكتب الوطنية بباريس في هذه النسخة موجودة هذه العبارة وإلا هناك نسخ أخرى لا توجد فيها هذه العبارة هناك النسخة التي سماها نسخة اسطنبول وهناك النسخة التي سماها المخطوطة التيمورية وهناك النسخة التي وجدها في المتحف البريطاني وهناك نسخة أخرى كتبها سبط بن الجوزي فهناك مجموعة من النسخ لهذا الكتاب نشوار المحاضرة نسخ يعني مخطوطات لنفس الكتاب في نسخة واحدة من هذه المخطوطات وهي المخطوطة التي وجدها في المكتب الوطني في فاريس وجد هذه العبارة فيها لذلك وضعها بين معقوفتين واضح هذا الكلام خارج سياق الأذان ما علاقة هند ما علاقة ابن عمر ضرطت هند على ابن عمر ما علاقة هذا الكلام بالأذان واضح هذا الكلام حشرة بعد ذلك موطن الشاهد هنا المؤلف توفي سنة ثلاثمية وأربعة وثمانية هو ينقل عن من ينقل عن أبو الفرج أبو الفرج توفي سنة ثلاثمية وستة وخمسين يعني المؤلف نقل هذه الحادثة قبل سنة ثلاثمية وستة وخمسين وهذا يعني أن هذا الأذان كان يؤذن به قبل سنة ثلاثمية وستة وخمسين قطعا ليس في نفس اليوم الذي نقل الحادثة أبو الفرج لا بد أن تكون مستمرة هذه القضية متى بدأت الغيبة الكبرى بدأت الغيبة الكبرى سنة 329 أبو الفرج متى توفي 356 تنوخ ينقل عن أبو الفرج هذا الأذان يعني أن هذا الأذان كان موجودا قبل موت أبو الفرج الأصبهاني يعني في تلك الفترة في بدايات عصر الغيبة الكبرى وربما قبل ذلك وفعلا هو قبل ذلك لكن أقف هنا أذان رجل من القطيعة ما المراد من القطيعة؟ القطيعة القطيعة هو اسم تأريخي قديم لمدينة الكاظمية وفعلا أول بقعة في العراق يؤذن بها علنا وبشكل صريح وفي مشهد إمامنا موسى بن جعفر بالشهادة الثالثة في مدينة الكاظمية ومن الغريب هي أيضا أول مدينة منعت فيها الشهادة الثالثة شيخ محمد الخالصي وأتباع الشيخ الخالصي الذين يرفضون الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقضيتهم معروفة في العراق ومعروفة في مدينة الكاظمية فالكاظمية أول مدينة في العراق يعلن فيها الأذان بالشهادة الثالثة علنا وصريحا القطيعة هو اسم من أسماء الكاظمية إذا رجعنا إلى معجم البلدان والكلام هو نفسه ذكره المحامي عبود الشالشي ذكره في الحاشية لكنني أذهب إلى المصدر الأساس قطيعة أم جعفر هي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور أم محمد الأمين زوجة هارون الرشيد وكانت محلة ببغداد عند باب التبن وهو الموضع الذي فيه مشهد موسى بن جعفر رضي الله عنه قرب الحريم بين دار الرقيق وباب خراسان إلى آخر الكلام هذا هو معجم البلدان المعروف طبعا الدار صادر لياقوت الحموي وهذا هو المجلد الرابع صفحة 376 فالقطيعة اسم قديم القطيعة هي المساحة الأرضية الواسعة والشاسعة التي يمتلكها شخص إما أن الحكومة تقتطعها له الحاكم أو هو بسلطته يقتطعها كما يقال إقطاعيون من هم الإقطاعيون الذين يمتلكون أراض واسعة إما أن الحكومات أعطتهم إياها أو ورثوها من آبائهم الذين اقتطعوها هكذا بقوتهم وبسلطتهم فتسمى القطائع أو الإقطاعيات فهذه المنطقة تسمى بقطيعة أم جعفر أرض مقتطعة لزبيدة زوجة هارون وهنا كانت مقابر قريش حيث دفن الإمامان الكاظم والجواد صلوات الله وسلامه عليهما فرجل من القطيعة يعني في مدينة الكاظمية يعني من مدينة الكاظمية وإن كان هناك من قال ليس رجل من القطيعة وإنما رجل من القطعية أكثر من كاتب أنا لم ألاحظ هذا في نسخ الكتاب ولكن أكثر من كاتب وأكثر من متابع لهذا الموضوع من الذين تحدثوا عن هذه القضية على سبيل المثال تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي هذا الكتاب في الأصل كتبه المؤلف باللغة الإنجليزية ترجمة للغة الفارسية هذه النسخة الفارسية بين يدي صفحة 99 لمن أراد أن يراجع هذا الكلام صفحة 99 ترجمة هاشم إيزة فنا وهناك ترجمة عربية ترجمة الدكتور فخري مشكور شخصية معروفة من الشخصيات من قيادات حزب الدعوة الإسلامية دكتور فخري مشكور تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى دار العارف للمطبوعات في صفحة 59 صفحة 58 أيضا هو يعلق دكتور حسين المدرسي يشير إلى هذه الحادثة التي ذكرها تنوخي في نشوار المحاضرة لاحظوا كيف تحرف الحقائق يقول يبدو أن إضافة الشهادة الثالثة لم تكن مذكورة في الأذان قبل أن يأمر بها الشاه إسماعيل الصفوي عام 907 لاحظوا كلامه يبدو أن إضافة الشهادة الثالثة لم تكن مذكورة في الأذان قبل أن يأمر بها الشاه إسماعيل الصفوي عام 907 كما قلت قبل قليل أن الدولة الصفوية بدأت من 905 وكمل إنشاؤها سنة 930 عام 907 الصفويون صاروا شيعة لهذا السبب أعلنوا الشهادة الثالثة لأن الصفويين ما كانوا شيعة كانوا من الصوفية المخالفين لأهل البن بعد ذلك صاروا شيعة فلما صاروا شيعة أعلنوا الشهادة الثالثة في مساجدهم وفي كل الأمكنة التي هي تحت سلطتهم من هنا نشأت الشبهة من أن الصفويين هم الذين جاءوا بالشهادة الثالثة ثم ينقل القضية التي قرأتها عليكم قبل قليل التي نقلها التنوخي عن أبي الفرج الإصفهاني فهو هنا يقع في تناقط هذه الحادثة نقلت قبل سنة 356 لأن أبي الفرج مات سنة 356 وهو الذي نقلها فكيف يحرف الكلام يقول فالظاهر فالظاهر أنه يشير إلى هذا المسلك عند المفوضة لأنه كيف قرأ الكلام سمعت رجلا من القطعية ليس من القطيعة الموجود الآن في نسخ كتاب نشوار المحاضرة رجل من القطيعة المدرسي هنا سيد حسين المدرسي يقول هكذا وردت سمعت رجلا من القطعية ويمكن ذلك يمكن في نسخة من النسخ نحن لم نراها سمعت رجلا من القطعية لكنه لم يشر إلى مصدر هذه النسخة سمعت رجلا من القطعية يؤذن بهذا الأذان وفي جملة أذانه أشهد أن عليا ولي الله فماذا يعلق يقول فالظاهر أنه يشير إلى هذا المسلك عند المفوضة فيجعل اسم القطعية اسما للمفوضة ويضيف والصدوق أيضا ينسب لهم العبارة الثانية فيربط بين كلام الصدوق الذي توفي سنة 381 للهجرة في نفس تلك الفترة والتنوخ توفي 384 وأبو الفرج توفي 356 فيقول أن هذا الرجل كان من القطعية والقطعية بنظره هم المفوضة سآتي إلى معنى القطعية هو يضيف معلومة هنا هذه المعلومة حقيقة لم أعثر عليها يقول ويذكر الميرزى محمد الإخباري في رسالة الشهادة بالولاية ويذكر أرقام الصفحات 181 183 أن فقيه الشيعة الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء توفي 1228 أرسل إلى فتح علي شاه القاجاري يطلب منه منع الشهادة الثالثة في الأذان توجد نسخة من رسالة كاشف الغطاء هذه في قم تحت اسم رسالة في المنع من الشهادة بالولاية في الأذان يقول راجع فهرست 160 نسخة خطية لرضى استادي حقيقة أنا راجعت هذا الفهرست هذا موجود بين يدي هو باللغة الفارسية سادو شاص نسخة أزيك كتاب خاني شخصي رضى استادي من المحاققين المعروفين في مدينة قم الحقيقة راجعت هذه النسخة التي بين يدي وهي نفس النسخة الموجودة في مكتبة السيد المرعش في قم المقدسة لم أجد فيها هذا الذي ذكره من وجود رسالة للمرز الإخباري في إثبات الشهادة الثالثة ويذكر فيها أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء قد كتب رسالة أرسلها إلى الشاه الإيراني فتح علي شاه القاجاري يطلب من أن يمنع الشهادة الثالثة كلام ذكره سيد حسين مدرسي ولم أعثر له إلى الآن على مصدر واضح وربما يكون الكلام صحيحا أعود إلى ما قاله رجل من القطعية قلت من القطعية يعني من الكاظمية رجل من القطعية القطعية منهم القطعية ليس المفوضة كما قال السيد حسين المدرسي القطعية ليس هم المفوضة القطعية نحن الشيعة الشيعة الاثنى عشرية كانوا يسمون في زمن الإمام الرضاء يسمون بالقطعية بعد شهادة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ذهب قوم إلى الوقف فوقفوا على الإمام الكاظم الذين سموا بالكلاب الممطورة الواقفة وقوم قطعوا بأن الإمام الكاظم قد استشهد وقتل مسموما وأن الإمام بعده هو الإمام الرضاء فسموا بالقطعية فنحن القطعية القطعية هم الشيعة الاثنى عشرية فهناك الواقفة وهناك القطعية لو رجعنا إلى المحدث النوري في كتابه الخاتمة خاتمة المستدرك وينقل الكلام عن النوبختي أبو محمد الحسن ابن موسى النوبختي وله كتاب معروف في المذاهب والفرق فيعدد فرق الشيعة فرقة منهم زعمت أنه مات في حبس السندي السندي ابن شاهك الذي استشهد الإمام الكاظم في طامرته وقصته معروفة قصة إمامنا الكاظم فرقة منهم زعمت أنه مات في حبس السندي إلى أن قال فسميت هذه الفرقة القطعية لأنها قطعت على وفاة موسى بن جعفر عليهما السلام وعلى إمامة علي عليه السلام ابنه بعده ولم تشك في أمرها ولا ارتابت ومضت على المنهاج الأول إذن القطعية نحن القطعية هم الشيعة الاثنى عشرية وليس القطعية المراد منهم المفوض تلاحظون كيف تزيف وتحرف الحقائق فإذن الشيعة الاثنى عشرية كانوا يرفعون أصواتهم بالأذان في الكاظمية وفي مشهد إمامنا موسى بن جعفر وإمامنا محمد الجوات صلوات الله وسلامه عليه وكما قلت وفي نفس المشهد أيضا في العصور المتأخرة من الشيعة قوم منعوا الشهادة الثالثة وفي المشهد الشريف أيضا في مشهد الإمامين الكاظمي والجوات صلوات الله صلوات الله وسلامه عليهما أذهب إلى صورة أخرى من صور التأريخ كتاب السلافة وفي أمر الخلافة اسمه السلافة قد المعلومات المعلومات المتوفرة بين أيدينا من علماء القرن السابع الهجري هذا الكتاب السلافة في أمر الخلافة بحسب المعلومات المتوفرة كان موجودا في المكتبة الظاهرية في مدينة دمشق فعلا أنا شخصيا لم أرى هذا الكتاب ولا يوجد هذا الكتاب الآن في المكتبات لكن هناك من رآه وهناك من نقل عن هذا الكتاب السلافة في أمر الخلافة لعبد الله المراغي المصري من علماء مصر من علماء القرن السابع الهجري جاء في هذا الكتاب روايتين الرواية الأولى إن سلمان الفارس ذكر فيهما في الأذان والإقامة الشهادة بالولاية لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلك فقال صلى الله عليه وآله ما هو فقال سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي فقال صلى الله عليه وآله سمعتم خيرا ورواية ثانية إن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن أبا ذر يذكر في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ويقول أشهد أن علي ولي الله فقال صلى الله عليه وآله كذلك يعني وهذا الصحيح أو نسيتم قولي في غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه يبدو أن هذه الحادثة وقعت بعد الغدير وأعيد المتابعين لبرامجي إلى ملف التنزيل والتأويل لأننا بعد الغدير دخلنا في مرحلة التأويل والشهادة الثالثة جزء واجب كما سأبين جزء واجب في حلقة يوم غد جزء واجب من أجزاء الأذان والإقامة والتشهد الوسطي والتشهد الأخير ومن أجزاء الإقرار وإعلان الإسلام ومن الأجزاء الواجبة حيثما ذكرت الشهادة الأولى والثانية هذا معتقدي وفهمي لما في نصوص حديث أهل البيت وهذه عقيدة لا أفرضها على أحد سأبينها بالتفصيل في يوم غد قطعنا الروايتان اللتاني قرأتهما بحسب ما ذكر من أنهما نقل عن كتاب السلافة في أمر الخلافة هذه التعابير ما هي تعابير رسول الله ولا هي تعابير الحديث في ذلك الوقت لكن يبدو أن العلماء الذين نقلوا هذه المضامين نقلوها بتعابيرهم نقلت هاتان الروايتان عن الشيخ محمد طه نجف في بحثه ونقلتا عن علماء آخرين الشيخ محمد طه نجف معروف من مراجع الشيعة الكبار ونقلت أيضا عن علماء آخرين وذكرت هاتان الروايتان في مصادر شيعية عديدة نقلا عن الذين نقلوا هاتين الروايتين عن كتاب السلافة في أمر الخلافة من خلال الرواية الثانية أونسيتم قولي في غديرهم فإن أذان سلمان وأذان أبي ذر بشكل علني بمسمع من المسلمين متى كان كان بعد غدير خم وليس مستبعدا أنهما كان يؤذنان بها ولكن ليس بشكل علني قبل واقعة الغدير فهؤلاء من حملة أسراري ومعارف أهل البيت هؤلاء من أهل التأويل قبل الغدير مرحلة التأويل هي مرحلة الدين الحقيقي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل فما التأويل هو أسلوب لفهم القرآن التأويل هو الدين بكله والذي بدأ منذ بيعة الغدير بشكل علني أما قبل ذلك وما يعلم تأويله تأويل القرآن تأويل الدين التأويل قبل واقعة الغدير كان للخواص للذين كانوا يوصفون بأنهم شيعة علي وسلمان وأبو ذر والمقداد وأضرابهم حتى في كتب المخالفين يوصفون بأنهم شيعة علي على زمان النبي منذ زمان النبي وهذا مثبت في أحاديث القوم في صحاحهم وفي كتب تفاسيرهم وفي كتب السير والتأريخ سلمان وأضراب سلمان كانوا يوصفون بأنهم شيعة علي منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذان المضمونان هاتان الروايتان نقلتا بتعابير العلماء الزبدة أين الثمرة أين الثمرة هنا أن الشهادة الثالثة موجودة في الأذان وفي الإقامة منذ واقعة الغدير بشكل علني وهي قبل ذلك بشكل سري فلنترك الحديث عما قبل واقعة الغدير ولكن منذ واقعة الغدير والشهادة الثالثة موجودة في الأذان هي لم تكن ظاهرة علنا بعد رسول الله فإن القوم ليس فقط أزالوا الشهادة الثالثة أزالوا حي على خير العمل ما تركوا شيئا لا في الأذان ولا في الإقامة ويبدو أن المسلمين ما كانوا يرددونها لكن أمثال سلمان وأبو ذر هؤلاء هم الذين كانوا يرددون هذه الشهادة وهؤلاء هم الذين أقصوا وطردوا وضربوا ونفوا هؤلاء هم الذين تعرضوا لما تعرضوا له وانقلبت الأمور حين تقتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وحين تغصب الخلافة وحين وحين فإزالة عبارة من الأذان أو الإقامة له أمر سهل في غاية السهلة والحقائق غابت وضعت هذه بقايا 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 من الحقائق بقايا رسوم ما جاء في كتاب السلافة بقايا والكتاب ضاع وضيعوا وما جاء كذلك في كتاب النشوار نشوار المحاضرة هو بقايا ولا زال الناس كما في كتاب سيد حسين المدرسي إلى يومنا هذا تحرف الحقائق مع وجودها مع وجود هذه البقايا من الشيعة هناك من يحرف الحقائق وكذلك ما جاء في تأريخ ابن بطوطة فهو يصف أهل القطيف بالغلاة وما هم بغلاة هم شيعة أهل البيت صلوات الله عليه الحقائق ضاعت ولكننا نبحث هنا وهناك علنا نجد شيئا يكشف عن جانب من الحقيقة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم لإكمال الحديد خلاصة لما تقدم من الحديد الشهادة الشهادة الثالثة كان سلمان الفارسي يرددها في أذانه وإقامته وكان أبو ذرن الغفاري يرددها في أذانه وإقامته بشكل علني بحيث يسمع المسلمون ويعترضون ويبين الرسول صلى الله عليه وآله حقيقة الأمر كل ذلك كان بعد واقعة الغدير ولكن من الغدير إلى شهادة النبي الفترة قصيرة فلم ينتشر الأمر حيث جاءت السقيفة المشؤومة وفعلت الذي فعلت ومثلما ضاعت حي على خير العمل ضاعت الشهادة الثالثة حين كان هناك متنفس خرجت حي على خير العمل في الوسط الشيعي ولكن هناك أيدي شيعية حاولت أن تخنق الشهادة الثالثة ولا زالت تحاول وعامة الشيعة أكثر تعلقا وأكثر ارتباطا وأكثر تمسكا بالشهادة الثالثة المقدسة في أذانهم وإقامتهم لاحظتم كلمات فقهائنا فالبعض يحرمها والبعض يعدها كأي كلام آخر والبعض لم يشر لها والبعض أجازها اتقاءا من شر الجهار والبعض قال نرفع منها كلمة أشهد لدفع الشبهة والبعض احتاط منها في قضية الإقامة والبعض رآها مفسدة للصلاة وأنها تدخل مفاسد كثيرة على الصلاة والبعض والبعض فبقيت الشهادة الثالثة يرددها أشياع أهل البيت سرا حتى فسح لهم المجال متى فسح لهم المجال متى بدأت الغيبة الكبرى الغيبة الكبرى بدأت سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة بعد ذلك بخمس سنين دخل البويهيون إلى بغداد وبعد هذا بفترة قصيرة جدا يرتفع صوت الأذان الشيعي علنا معلنا الشهادة الثالثة كان سرا يقولون ولكن الآن صارت الفرصة فأعلمت كان الشيعة يؤذنون بذلك سرا مجرد أن فسح لهم المجال فأعلنوا الشهادة الثالثة وسيأتينا الحديث في روايات أهل بيت العصمة وأنتم ستصلون إلى نفس هذه النتيجة حين سأعرض عليكم أحاديث أهل البيت سأجعلكم تستنتجون بأنفسكم أن الشهادة الثالثة جزء واجب حقيقي واقعي من أجزاء الأذان والإقامة بحسب منطق الكتاب والعترة ستجدون ذلك واضحا وصريحا بين أيديكم وأمام أعينكم وأنتم ميزوا المنطق الرحمن من المنطق الشيطاني ولكن يأتي الكلام تباعا وصبركم علي فأعلن الأذان في القطيعة في الكاظمية الشريفة وأبو الفرج الإصبهاني المتوفى سنة 356 للهجرة هو يحدث القاضي التنوخي عن أنه سمع رجلا من القطيعة أو من القطعية الذين هم نحن نفسهم الذين هم يحدث عنهم ويخبر عنهم ابن بطوطة في رحلته حينما رأى القطعية هناك أين في القطيف أو في القطيف كما ضبط الإسم في كتابه أما الصفوية فحين أعلن سنة 907 لأنهم صاروا شيعة في ذلك الوقت أقرأوا تاريخ الصفوية عند الذين كتبوا عن الصفوية من الذين يحبونهم ومن الذين يبغضونهم فالصفوية كانوا من الصوفية السنة ما هم من الشيعة وفي سنة 907 دخلوا في التشيع فحين دخلوا في التشيع في تلكم الفترة فأعلنوا الشهادة الثالثة في أذانهم في المساجد وفي غير المساجد فهذه القضية التي قام بها الصفويون هي إظهار لتشيعهم الجديد وليس تأسيسا للشهادة الثالثة أما الشهادة الثالثة فهي ممجودة عبر العصور وعرضت لكم هذه البقايا هذه البقايا التي بقيت بأيدينا وهناك بقايا أيضا في كتب التأريخ قد تعضد ذلك هذا هو كتاب الكامل في التأريخ لابن الأثير والحقيقة ما هو كامل هو كتاب ناقص في التأريخ فإنه يذكر الحقائق ناقصا ولكن هكذا سماه مؤلفه الكامل في التأريخ هذا المجلد السابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق الكامل في التأريخ لابن الأثير توفي سنة ستمية وثلاثين للهجرة في صفحة 275 من هذه الطبعة طبعات الكامل كثيرة ارجعوا إلى أحداث سنة 351 في أحداث سنة 351 في هذه السنة يقول ابن الأثير في هذه السنة في ربيع الآخر كتب عامة الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة معز الدولة البويهي وهذا اللقب الخليفة العباسي أعطاه له بأمر معز الدولة على المساجد يعني معز الدولة هو كان الحاكم الفعلي الحقيقي لبغداد الحاكم العسكري يمكن أن تسميه الخليفة موجود ولكن الحاكم العسكري الحاكم الفعلي الحقيقي هو معز الدولة البويهي الشيعي كتب عامة الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة على المساجد ما هذا صورته هذا أمر من الدولة كتب على المساجد الشيعية قطعا يكتب على الحضرة الكاظمية وحينما يكتب هذا الكلام قطعا لا بد أن الأذان هو أذان الشهادة الثالثة الذي تحدث عنه من أبو الفرج الإصفحان ما هذه صورته بأمر معز الدولة يكتب على المساجد لعن الله معاوية ابن أبي سفيان ولعن من غصب فاطمة رضي الله عنها فدكا ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام ومن نفى أبا ذرن الغفار ومن أخرج العباس من الشورى هذه يبدو مجاملة للعباسيين باعتبار الخليفة عباسي ومن أخرج العباسة من الشورى فأما الخليفة فكان محكوما عليه لا يقدر على المنع وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك فلما كان الليل حكه بعض الناس من السنة من المخالفين فأراد معز الدولة إعادته فأشار عليه الوزير أبو محمد المهلبي بأن يكتب مكان ما محي لعن الله الظالمين لآل رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يذكر أحدا في اللعن إلا معاوية ففعل ذلك قطعا في مثل هذه الأجواء سيرتفع الأذان بالشهادة الثالثة فأين عصر الصفوية من ذلك العصر في صفحة 280 في أحداث سنة 352 وفيها يعني في السنة التي تليها وفيها في ثامن عشر ذي الحجة يعني في عيد الغدير وفيها في ثامن عشر ذي الحجة أمر معز الدولة بإظهار الزينة في البلد في بغداد وفي البلد عموما بغداد وغير بغداد ولكن الحديث هنا عن بغداد وأشعلت النيران بمجلس الشرطة مجلس الشرطة يعني مركز الشرطة دائرة الشرطة أشعلت النيران يعني المشاعر أضيئت المنطقة وأظهر الفرح وفتحت الأسواق بالليل كما يفعل ليالي الأعيات فعلى ذلك معز الدولة فرحا بعيد الغدير يعني غدير خم وضربت الدبادر طبول والبوقات وكان يوما مشهودا في مثل هذه الأجواء سيرتفع الأذان وترتفع الإقامة وترتفع الصلوات بذكر علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكامل في التاريخ أيضا لابن الأثير متوفى سنة 630 للهجرة وهذا المجلد الثامن من نفس الطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق في صفحة 301 في أحداث 443 يعني بعد مدة زمنية طويلة بعد مدة زمنية طويلة متى يعني بعد انتهاء العصر البويهي في صفحة 301 أحداث سنة 443 في هذه السنة يقول ابن الأثير في صفر تجددت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة بين السنية وليست السنة فهم كانوا يسمون بالسنية وهذه التسمية نشأت في أصلها نشأت بين مجموعة من الأمويين بعد سقوط الدولة بعد سقوط الدولة الأموية ونشوء الدولة العباسية استمر الأمويون على لعن أمير المؤمنين في صلواتهم السلطة ليست لهم حتى يعلنونها ولكنهم في صلواتهم في مساجدهم في بيوتهم كانوا يلعنون أمير المؤمنين بعد صلواتهم وفي صلواتهم ومعاوية هو الذي أطلق هذا المصطلح السنة على سب أمير المؤمنين ولعنه ومذكور في كتب التعريخ حينما كان إمام الجماعة أو خطيب الجمعة في أيام الأمويين يتأخر شيئاً ما عن لعن أمير المؤمنين الناس تصيح فيه السنة السنة يعني لا تنسى السنة ما هي السنة لعن علي وإلا أسماء القوم كان يقال لهم أبناء الجماعة يقال لهم أبناء الجمهور يقسمون بحسب مذاهبهم الفقهية هذه التسمية بعد ذلك نشأت وأعطيت هذا البعد من أن المراد من السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وهم أهل السنة أي أهل سنة النبي هذا المعنى حصل متأخراً السنة وضعها معاوية اسماً للعن أمير المؤمنين فسمي هذا الطقس الأموي بالسنة فكان الخطيب حين يتأخر شيئاً ما فإنه يصاح عليه من قبل الناس السنة السنة وتنقل في حوادث التأريخ أن بعض خلفاء بني أمية نسي لعنة علي فأوقف الناس مرة أخرى وهو خارج في سفر أو خارج في جيشه فأوقف الناس في الطريق وقضى لعن أمير المؤمنين وربما كان متعمداً في ذلك ادعى بأنه نسي اللعن فقال بأنني نسيت السنة وقف في الطريق ولعن أمير المؤمنين فقضى السنة ويذكر بأنه بني هناك مسجد سمي بمسجد الذكر أي هنا ذكرة السنة فكان الأمويون يشدد بعضهم على البعض الآخر السنة السنة والذين كانوا يتعصبون لهذه القضية منهم عرفوا فيما بينهم بأنهم هؤلاء السنيون هؤلاء هم أهل السنة فالسنية في أصلها هي هذه ولذلك ما قال السنة والشيعة قال السنية والشيعة في هذه السنة وليس هذا خطأ مطبعي هذا يتكرر في كتب التعريخ في هذه السنة في صفر تجددت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة وعظمت أضعاف ما كانت قديما فكان الاتفاق الذي ذكرناه في السنة الماضية غير مأمون الانتقاب لما في الصدور من الإحن هو تحدث عن اتفاق أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء في هذا البرنامج الضيق وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السماكين أو السماكين وأهل الفلائين في بعض النسخ وأهل القلائين في عمل ما بقي من باب مسعود ففرغ أهل الكرخ وعملوا أبراجا كتبوا عليها بالذهب محمد وعلي خير البشر وأنكر السنية ذلك وما المقصود أن أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السماكين أو السماكين وأهل الفلائين أو أهل القلائين الكرخ محلة باب البصرة كانت تسمى بمحلة باب البصرة باعتبار باتجاه البصرة الطريق منها يذهب إلى البصرة القبلة وقبلة بغداد باتجاه البصرة لأن البصرة تقع في الجنوب وقبلة بغداد من جهة الجنوب والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سنية حنابلة لا يوجد غير ذلك وفي كتب التاريخ أنه لو وجد سني غير حنبلي في هذه المناطق سيؤذونه والصراع بين الحنابلة وبين غيرهم من أبناء المذاهب السنية الأخرى مذكور مفصل في كتب التاريخ وفي جنوبها المحلة المعروفة بنهر القلائين هنا ذكرها الفلائين في الكامل للتاريخ هنا القلائين وبينهما أقل مما بينهما وبين باب البصرة وأهلها أيضا سنية حنابلة وعن يسار قبلتها محلة تعرف بباب المحول وأهلها أيضا سنية وفي قبلتها نهر الصراط وفي شرقيها نصب بغداد ومحال كثيرة وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم سني ألبت هذا كلام ياقوت الحموي وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم سني ألبت والكاظمية في الكرخ فالكرخ في البداية كانت خارج بغداد ولا زالت الكاظمية إلى الآن إداريا هي خارج بغداد كما أعلم فالشيعة في الكرخ اتقاء لشر الحنابل بنوا سورا حول بيوتهم وهذا الكلام الذي يتحدث عنه هنا ابن الأثير وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السماكين وأهل الفلائن في عمل ما بقي من باب مسعود ففرغ أهل الكرخ وعملوا أبراجا أبراج في هذا السور كتبوا عليها بالذهب محمد وعلي خير البشر وأنكر السنية ذلك وادعوا أن المكتوب محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر وأنكر أهل الكرخ الزيادة قالوا نحن ما كتبنا هذه الزيادة وإن كانت هي حقيقة ولكنهم ما كتبوها وقالوا ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا نحن نكتب عادة محمد وعلي خير البشر وقالوا ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا فهذه الكتابات كانت تكتب على المساجد منذ أيام الوهي فأرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العباسيين ونقيب العلويين وهو عدنان ابن الرضي نقيب يعني شيخهم الذي يتولى أمورهم الاجتماعية لكشف الحال وإنهائه فكتب نقيب العباسيين ونقيب العلويين فكتب بتصديق قول الكرخيين بأن الكرخيين كانوا صادقين وأن السنية هم الذين افتروا عليهم فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم بكف القتال فلم يقبلوا وانتدب ابن المذهب القاضي والزهيري وغيرهما من الحنابلة أصحاب أصحاب عبد الصمد بحمل العام على الإغراق في الفتنة فأمسك نواب الملك الرحيم عن كفهم غيظا من رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة ومنع هؤلاء السنية من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ وكان نهر عيسى قد انفتح بثقه يعني أرادوا أن وكان نهر عيسى قد انفتح بثقه يعني صار هناك فياضان فأرادوا أن ينقل الماء السنية أرادت أن تدفع الماء باتجاه الكرخ كي يغرق الشيعة وكان نهر عيسى قد انفتح بثقه فعظم الأمر عليهم وانتتب جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه في الظروف وصبوا عليه ماء الورد ونادوا الماء للسبيل بدل أن تتسع الفتنة فأغروا بهم السنية وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا خير البشر وكتبوا عليهم السلام محمد وعلي فقالت السنية لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الطابوق الذي عليه محمد وعلي وأن لا يؤذن حي على خير العمل وامتنع الشيعة من ذلك ودام القتال إلى ثالث ربيع الأول وقتل فيه رجل هاشم من السنية فحمله أهله على نعش وطافوا به في الحربية وطافوا به في الحربية وباب البصرة الحربية اسم مكان في بغداد وسائر محال للسنة واستنفروا الناس للأخذ بثأره ثم دفنوه عند أحمد بن حنبل وقبره ببغداد معروف وقد اجتمع معهم خلق كثير أضعاف ما تقدم فلما رجعوا من دفنه قصدوا مشهد باب التبن باب التبن هي المنطقة التي دفن فيها إمامنا الكاظم فقصدوا مشهد الإمام الكاظم يقصد قصدوا مشهد باب التبن فأغلق بابه الشيعة أغلقوا الباب فنقبوا في سورها وتهددوا البواب فخافه وفتح الباب فدخلوا ونهبوا ما في المشهد في المشهد الكاظمي من قناديل ومحاريب ذهب وفضة وستور وغير ذلك يعني المشاهد كانت قائمة وبالذهب والفضة منذ ذلك الوقت نحن نتحدث سنة 443 ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضة وستور وغير ذلك ونهبوا ما في الترب ترب يعني المقابر ما في الترب والدور وأدركهم الليل فعادوا فلما كان الغد كثر الجمع من السنية فقصدوا المشهد وأحرقوا جميع الترب والأراج واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي والجوار والقبتان الساج الجوار يعني الأروقة الأفنية والقبتان الساج اللتاني عليهم واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من قبور ملوك بني بويه معز الدولة وجلال الدولة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر بن أبي جعفر المنصور وقبر الأمين محمد بن الرشيد وقبر أمه زبيدة وجرى من الأمر الفضيع ما لم يجر في الدنيا مثله فلما كان الغد خامس الشهر ماذا فعلوا؟ عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر ويستمر الكلام كلام طويل والأحداث فيها تفصيل وقت البرنامج انتهى يمكنكم أن تراجعوا المصدر هذه هي الأجواء التي نشأت فيها الشهادة الثالثة فكيف لا تحارب وكيف لا تمنى هذه أجواء الشهادة الثالثة من زمان الغدير وإلى يومنا هذا هناك جهة ثالثة لا يتسع الوقت للحديث عنها سأتركها ليوم غد إن شاء الله تعالى كان في بالي أن أتحدث في يوم غد عن الشهادة الثالثة في حديث أهل البيت لكن الوقت أدركني أكمل الحديث الذي ما أكملته اليوم في حلقة يوم غد والحلقة التي تليها سيكون حديثي عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ملتقانا يتجدد غدا نفس الموعد نفس الشاشة القمر الفضائية نفس البرنامج الكتاب الناطق البرنامج الذي يتقص الوضوحة والحقائق الكتاب الناطق ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على شاشة القمر الفضائية وأترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه سلاماً يا قمر أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله حبك يا حبيب الله جمعنا لو لخدمتك بالدنيا ضعنا حبك يا حبيب الله جمعنا لو لخدمتك بالدنيا ضعنا أنت الموح جاوي لعين يا ابن الزهر أنت الموح جاوي أنت الموح جاوي لعين يا ابن الزهر يا حبيب الله لولا خدمتك بالدنيا ضعنا لولا يا حبيب الله